تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة مين كان يتخيل أنه فيه من الأيام حينهار مرمى في ملعب مثل سانتياغو برنابيو هذا اللي حصل فعليا وصورة تاريخية بنعرفها جميعا واللي صار في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1998 لما تواجه ريال مدريد وبروسيا دورتموند الحادثة سببها مجموعة من المشجعين المعروفين باسم آلترا السور اللي كانوا سبب في إطاحة المرمى وكانوا مشهورين بأعمالهم الفوضوية لدرجة أنه يوما ما منعوا من دخول الملعب سبب سقوط المرمى فعليا أنه هذا الجمهور كان يضغط كثير على سياج واقي مرتبط مباشرة في المرمى وهون عاش ريال مدريد أحداث غريبة للغاية وظهر نجم أسطوري أصبح بعد ذلك وهو مندوب الملعب أغوستين هيريرن اللي قام بعمليات بطولية واحد دلو الآخر حتى نجح أنه يخلي ريال مدريد يلعب في المباراة بدون أي مشاكل قانونية أغوستين على طول حمل حاله وركب سيارة وتوجه لمدينة رياضية مجاورة تبعد تقريبا 2 كيلومتر عن البلعب وحاول يبحث عن مرمى بديل استضم هناك أنه هذه المدينة مغلقة لكنه قام بالشيء غريب برغم أنه عمره 63 سنة قفز فوق الأسوار ودخل المدينة برغم تعرض الجروح في رجله الغريب بالموضوع حتى يعني يكتمل لدراما في هذا الموضوع بعد ما دخل المدينة الرياضية ما لقي أي مسؤولين عن مفاتيح غرف المستلزمات فالطريق سير الباب حتى وصل لمرمى بديل المشكلة الجديدة اللي واجهها أنه سيارته ما كانت تكفي عشان يحمل هذا المرمى ذهب وبحث حول المدينة الرياضية فوجد رجل عنده شاحن كبير بياكل في أحد المطاعم وطالبوا بالقدوم معه لإنقاذ الموقف ومن حسن حظه أنه هذا الرجل كان من مشجعين ريال مدريد فعلى طول ذهب معه وحمل المرمى هون ظهرت أيضا مشكلة جديدة كان في أزمات سير كبيرة نحو الساندياق وبرنابيو وغستين على طول اتصر بالشرطة وطالبهم يساعدوا وهنا إجت سيارات الشرطة ورافقت الشاحنة وفتحت كل الإشارات الحمراء لإلهم حتى يوصلوا للملعب في أسرع وقت ممكن هناك في الملعب كان في حكم هولندي اسمه فاندر آيندي بتعرض لضغوط من قبل الألمان عشان يوقف المباراة ولكنه صمد وطلب من الجميع يدخلوا في غرفة تغيير الملابس لوقت معين حتى يشوف شو بده يصير في هذا المرمى المحطم وصل المرمى في النهاية الجماهير نزلت ساعدت وحملت المرمى معا والحكم قرر إنه يلعب اللقاء رغم اعتراض كبير بالمسؤولي دورتموند هذه الليلة المجنونة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لاشئ سجلهم موريانتس وكارينبو طبعا اللي ما بيعرف أوغستين اتوفى في شهر إبريل في عام 2019 وفيه له موقف شهير جدا لما أهدا كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ونجم يوفي الحالي أمام جمهور ريال مدريد وحده من الكرات الذهبية اللي فاز فيها وفي تلك اللحظة بكى هذا الرجل قائلا ترتجف يداي وسيقاني يعني ربما لازم نتكلم أنه أوغستين بسبب نجاحه في تلك المهمة أصبح جزء له تجزأ من سانتياغو برنابيو وكان مسؤول عن الملعب لفترات طويلة جدا هذا الرجل ما زال في تاريخ ريال مدريد بطل تاريخي ليومنا هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر